احنا دبلوم معماري المجموعة الثانية المدربة هنا الجعبة بنشرح عن الريفت اليوم رح نشرح عن البنايات وتلبيس الماتيريال بس بدي أصغر الشاشة عشان الزوم ما يطلع عندكم هيك شايفين الشاشة كاملة صح؟ تمام هلأ أنا رح أدخل المخططات عشان حتى تتعلموا كيف لما يكون عنا كيف لما يكون عنا مخطط كيف ندخله رح أبعط لكم المخططات حتى على الواتس عشان تشتغلوا شوية معي ونعيدوا شوية للشغل الماتيريال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تمام هلأ هذا المشروع اللي بدنا نشتغل عليه نبعطه على الواتس رح أخزنه عندي على الديسكتوب رح أنزله ومن خلاله نشرح شوية شغلات في الماتيريال ونعيدها يعني الأشياء اللي أخذناها هذي كل مرة هلأ عشان أدخل رسمة مشروع من برنامج تاني زي هاي PDF أو AutoCAD كانت مرسومة بروح على نافذة انسيرت هلأ لاحظوا في نافذة انسيرت في عنا كل الأشياء اللي ممكن ندخلها في عنا بنقدر ندخل صورة وهاي كتير بتفيدنا لما نشتغل مثلا ديكورات أشياء محفرة بحطها وبشوفها بقدر أدخل لينك PDF وبقدر طبعا DWG هو لل AutoCAD في عنا DWG وفي عنا هاي البرامج تاني هاي لينك الكاد وهو مش كاد و DWG كاد بو لينك كاد تمام هلأ اللي إحنا رح نجربها اللينك ال PDF فرح أدخل البرنامج أو صورة المشروع اللي عم بشتغل عليها رح ناخد هذا المسقط الأرضي ونحطهم هلأ يا إما بنخلي صورة جنبنا وبنشوف رف أو بنضبط سكيلها هلأ عشان نضبط السكيل أكيد بنروح على Project Units بنروح على ال Units هون بنحولها لمتر و 2 decimal عشان أسهل نقرأ ال Plan بالمتر زي ما حكينا دي تلمرة هلأ رح أروح على قائمة Architecture أختار ال Wall وأبدأ أرسم رح أرسم حيط 4 متر كيفين هاي الحيط 4 متر تبعتي هلأ بقدر أني أكمل شف يعني جنب المشروع أو في عندي حل تاني أني أنا أجي أرسم الحيطة طبعتي هون 4 متر وأضبط سكيل الرسمة هلأ كيف بدي أضبط سكيل الرسمة بدي أختارها لما أختارها بتطلع لي قائمة موديفاء بتطلع لي هون قائمة موديفاي في عندي هون أمر سكيل فكيف بعمل بنختار الشكل أمر سكيل بنختار الشكل هذا وبنعمل ونختار نقطة أولى على الحيط ونقطة تانية على الأولى والأخيرة بنضغط انتر لحظة هي صارت خربطات أو بنضغرها تصغير بهاي الطريقة يعني إزما لأنه مرات أمر سكيل بيبقى صعب التحديد فأنا رح أضبطها بهاي الطريقة وبقدر إني أزيحهم بالأسهم عشان أضمن أنه أخذها في المكان الصح هلأ لسه بدي أكذر ولا أصغر أصغر هلأ تقريبا صارت زيها بعد ما أصغرها ببلش في الأبعاد أني أحطها هذا مسقط الطابق الأرضي لحظة أشوف أو مسقط الطابق الأرضي هلأ رح أمشي فيهم أنا الوالز يعني رح كمل أربعة متر عندي متر وستين يعني رح نجمعهم أو بنبدأ فيهم جزء جزء هيك يعني طبعا في أنا هون لازم لما أمشي بالحيطة عشان يا بجمع الأبعاد كاملة وبشتغلها يا أما بمشي فيهم واحدة واحدة يعني هلأ هاي عندي أربع متر بعدها عندي بوينت عشرة لحيطة الصغيرة بعدها رح أمشي متر وستين أو متر وسبعين لأنه في لنا سماكة حيط مترين وتسعين وعشرة سماكة الحيط بتصير ثلاثة وعننا مترين للدرج مترين وعشرة ومتر وتسعين وبدل متر وتسعين رح أحطها مترين هلأ هيك إحنا رسمنا الحيطة التحتانية هلأ هون نفس الشي رح أمشي بنفس الطريقة كل غرفة رح أزيد عشرة سمت سماكة الحيطة وهون عندي سبعة متر ونص هني رح أكتبها سبعة متر وثمانين لأنه سماكة الحيطة بتكون تنتبهوا الحيطة الخارجية إحنا بنحسبها عشرة الحيطة سوري الحيطة الخارجية بنحسبها عشرين الحيطة الداخلية بنحسبها عشرة وهلأ هون نمشي أربعة رح طبعا أكمل الشكل من هون عشان يسكر معي رح أخلي الرسمة عجنة بأسهل هلأ بعد ما بنرسم الحيطة الأساسية بنبدأ برسم الحوائط الداخلية فعلنا هون رح ناخد حيطة هلأ هاي كانت الجينيريك وال هلأ رح أخذ الوال الداخلي اللي هو الانتيريار رح أشوف واحد أو جينيريك عشرة شايفين هاد عشرين أنا بدي هلأ عشرة فرح أشوف حيط سماكة عشرة إذا فيه داخلي هايو هذا الانتيريير بريك وورك ورح أاجي هلأ أنا بقدر أني أحط الحيط في أي مكان بعد ما أحط الحيط شايفين بطلعلي إنه من هون ثلاثة ونص ومن هون الخمسة هلأ أنا بدي أخلي هاي أربعة زي المخطط فبختارها وبضغط أربعة بعدين طبعا برسم أنا كزا حيط المفروض كنت أرسم أو مثلا بعد ما أرسمها بقدر إني أخدها بأمر أوفست هون بختار الحيط بفتح لي إنه قدش المسافة فبختار إنه متر وستين اللي هو الحمام وبختار على أي ناحية بديها بعدها أنا رح أضل في أمر أوفست رح أعمل المطبخ مترين وتسعين وبعدها في عنا الدرج مترين بس لاحظوا بنغير الرقم بعدين بنحدد مكان الخط بعدها مترين وهي الدبليو سي وطبعا بدنا نشتغل على هون كمان بدنا ناخد هون بدنا نحط هذا الحيط ونشوف كيف نعمله على مترين وستين رح أختاره شايفين هاي المسافة متر وكذا فأنا بختارها وبعملها مترين وستين نفس الشي بس هون صار عندي كأنه نرسم حتى زيادة نفس الشي هذا بدي أحطه لل الجزء التاني فرح أخده كوبي وأمده أنا ما بدي يعني مش ضروري كتير الأبعاد مية بالمية ممكن أنه مثلا هذا بدي أتأكد أنا أنه أربعة يعني ممكن مثلا هذا نزيحه شوي المهمة الفكرة العامة تكون صح حتى مثلا إذا حدا في البيت مثلا حاب يرسم يعمل هذا مثلا جزء دائري أو جزء سداسي يعمل إضافة في التصميم بالعكس يعني إشي بيكون منيح بس المهمة تلتزمه بالفكرة العامة تمام هلأ طبعا بعد ما إحنا بنزل الشكل الأساسي بنعمل التقطيعات تبعتنا يعني الحيطة بسحبها سحب بشوف شو بدي أسوي فيها يعني بالطريقة اللي بديها طبعا زوايا زي هيك ما بخلي بحاول إنه أزيح الخط إذا ما قبل يزيح معي بعيده عشان ما يطلع عندي زوايا زي هيك هلأ هو طلع لأنه بيختار الخط من الطرف آه هاي فتحة أصلا خليني أزيح هلأ إذا ما ما قدرت أعالجها أزيح 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 بقدر إني أعملها بأمر موض لأزيح الخمسة سانتي وزي ما قلت لكم هلأ موضوع البواب سهل إنه إحنا نحطه هلأ بنحطه مع بعض بس بدي أضبط طبعا الارتفاعات أنا عندي الارتفاعات هلأ كلها غلط لأنه دايما بعملها على تمانية متر بس هيك أمورنا تمام رح نطلع هيك بس نظرة على شوف شو الوضع آه كويس رح أرجع على هلأ بدي أضيف البواب البواب زي ما قلت لكم بنحاول يعني الكبير يكون زي رئيسي يعني والأصغر ممكن نستعمله للحمام أو هو هيك عامل بس هاي الشغلة زمان كانت هيك هلأ صار كل البواب بنفس المقاس فبرضه فيش داعي نلتزم بالمخطط هلأ بعد ما ننزل البواب تذكروا هاي الحركة عشان نعدل الاتجاهات هلأ الباب الرئيسي رح نعمل لازم نحمل الباب ف اللي منشغال عنده لايبرري ممكن نجيب الباب درفة هيك ونعمله مرور نفسه هذا أو بنحمل من اللايبرري هلأ برضو بورجيكم كيف بنحمل من اللايبرري بعدها رح نروح كمان مرة للدور ونحط الباب ونعدل هلأ الدرج رح نجيبه جاهز ونحطه هون يعني موضوع سهل وهيك تقريبا نصار عندنا الطابق الأول هلأ بدي أحط شوية شبابيك الشبابيك بدي إياكم تشتغلوا شوية على الشبابيك الجاهزة مثلا هدول الحمامات كويسين وبدنا نشتغل الشبابيك هاي الأكبر للغرف والحق والمطبخ هلأ الباقي بدنا نشتغله بالكارتين وال عشان طلع أحلى رح نختار من هون الأركتكتفر هي هاي غرفة نوم بس أنا رح أكتر شوية شبابيك لأنها بتعطي منظر ولأنه بدي أحكم تشتغل شوية على الاليفيشن هلأ هون برضو رح أعطيها شباك كبير وهون هعمل لها شباك وأشوف بالثريدي طبعا هاي كتير كبير من شرك أنا بدي ها فرح أصغره وبقدر كمان إني أشتغل على الديزاين يعني بتتذكروا لما قلت لكم كيف إنه إحنا ممكن إنه نجزق الشبابيك ونعمل فيها هيك حركات يعني فطبعا أكيد ما بنياها بضل بالشكل هذا الاعتياد وهون رح أنزلهم نفس الشي هون طبعا لازم أجيب الواجهة هاي عشان أكيد لازم هدول الشبابيك تكون على نفس الطول مش معقول أخلي واحدة مرتفعة كتير واحدة لها حتى يمكن أرفعهم لحد الباب أحسن هلأ إذا ما قدرت أضبط الارتفاع في عندي شغلة هون في الموديفاي أو حتى قائمة الأركيتكتشر في عندي الموديل يعني بنقدر أنه إحنا نرسم خطوط تكون زي خطوط مساعدة هلأ مش قابل هو يعطيني الموديل هاي مرات برضو بتصير يعني هو بقولي أنه ما بقدر يرسم الموديل لأنه الزاوية حد كتير هلأ ممكن أنتو لما تجربوها تظبط وممكن ما تظبط عموما مش مش كده لو ما زبط أنا ممكن أني أخد أي ألمانت أعمله مرجعية هلأ إلي في الرسام وبعدين أشتبه شوي على أعمل 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 هذا أعمل أنا بس بدي إياك مرجعية يعني هلأ وأتأكد أنه البواب والشبابيك تبعتي ماشي عليه رح أعمله شفاف عشان عشان أشوف ثم تقريبا ماشينا على بعض تمام هلأ بعد ما نجهز المسقط تبعنا رح نلبس ماتيريال تلبيس الماتيريال رح نشتغل بهاي الطريقة سناخد 3D هلأ بعض الحيطان اللي اشتغلنا عليها قردي بتكون لابسة ماتيريال لما نحط رياليستيك رح ننتبه على هذا الشي حتى البواب بتكون لابسة ماتيريال هلأ عشان أشوف أفتح المشروع تبعي في عندي هون في 3D view شيء اسمه section box لما أعمل عليها أو أفعلها بتصير صندوق شفاف بمسكها هيك وبنزل عشان أشوف التفاصيل اللي جو عندي بالمشروع لاحظوا الشبابيك والبواب الحيطان الداخلي لأني أنا أخذها حيطة انتيريار كلها لابسة ماتيريال ومزبطة هدول ما رح أشتغل عليهم هلأ بدي أجري للحيطة الخارجية أشتغل عليها فرح أختار الحيطة تبعتي رح أروح من edit type أول شيء بعمل لها duplicate عشان ما تخرب الأصلية هلأ ممكن حتى عشان نسير نلاقيها أسرع مثلا نسميها رقم واحد باجي عند كلمة structure بعمل edit هون عندي material مكتوب by category بضغط عليها بطلع عندي ثلاث نقاط هيكم ربع صغير بضغط عليها بدخلني عند library هيها هلأ إحنا عادة يعني هلأ في نازل هون شغلات كتيرة بس مش كل الأشياء اللي إحنا بدنا إياها هلأ إحنا عادة بنعمل create new material وبنروح على هاي القائمة هلأ بنقدر نروح مباشرة على هاي القائمة كمان هلأ هاي القائمة فيها كل الأشياء المعمرية مصنفة خاصة الابيريانس library شوفوا كيف كل الأشياء المعمرية يعني إحنا بالعمارة يا بنشتغل سيلينج يا بنشتغل سيراميك للحمامات يا بنشتغل concrete مرات concrete هذا الخام فيه كافيتريات مباني modern بتركوا concrete زي ما هو يا بنشتغل fabric عنا مثلا شراشف شغلات زي هيك مفارش بيعطيني material جاهزة يا finish اللي هو يعني السطوح كيف بدي إياها تكون من تهي أو flooring عندي خيارات flooring كل اللي بخطر عبالنا شايفين مثلا هذا أو glass أو liquid طبعا إذا عنا بركة السباحة كمان في عنا كل الخيارات اللي بدنا إياها للمي حتى في منهم بتكون بتتحرك المي وفي عنا المتل المعدن اللي بنستخدمها للفريمات والشبابيك وفي عنا المرايا إذا إحنا عنا مثلا مراية حمام أو مراية في الديكور المسكيلة اللي هي أشياء متعددة يعني شوفوا هدول الفول سيلينج هاي مثلا زي الخشب يعني زي هي أصلا هاي الكلمة معناها أشياء متعددة البينت عندنا الدهانات البلاستيك اللي هو البلاستيك يعني كل البلاستيك والروفينج الكرميد شايفين هون لأنه رح أخليكم تشتغلوا سقف لإلو هلأ بدأ أركب لإلو سقف فرح عشان يكون المنظر ظابط طبعا بدنا نستخدم إشي للسقف يعني في عنا هاي الأشياء التغطيات لأنه إحنا مش موجودة كلها ببلادنا في زي هاي بيستعملوها كمان هون كتير وهاي اللي هي بتبقى زي مادة البي في سي هاي الكرميد تحت فأنتوا بتختاروا اللي بدكم مية إيش كمان عنا السايدينج بالصراحة هاي أنا ما عمري استعملت هلأ إشي السايت وورك السايت وورك مثلا إذا أنتوا رسمين شارع في المشروع رح تختاروا أسفل تيجوا تجيبوه من هون هلأ الستون الحجر بس الحجر تبعوا يعني هاي هاي الماتيريال إذا استعملتوها بتبين معجقة عرفتو في شغلة في الماتيريال أي يعني الماتيريال كل ما كان فيها تفاصيل كتير ورسومات كتير بتصير معجقة مش حتى مريحة للعين فإحنا منتجنب نستعمل هدول الستوكو كأنه هي المواد العازلة الوال كفر اللي هي زي زي الوال بيبر يعني وعننا الوال بينت عننا ألوان جاهزة وعننا الوود طبعا إحنا ليش بنستعمل الماتيريال من المكتب الجاهزة عشان إذا إحنا بدنا نحضر ماتيريال هذا الموضوع بيكون شوية صعب يعني بده كتير تعديلات فأنا لما أجي بدي خشب وأخذ الخشب الجاهز من الريفيت كتير أحسن ما إني أنا أحضره طبعا أنا لقدام رح أعلمكم كيف إحنا نحضر إذا عنا إشي خاص هلأ أنا عشان بدي حجر رح أروح للماتيري اللي هو طوب بس لأنه هون الطوب بصراحة بيعطي إفكت أحلى من الحجر ففي عنا لاحظوا مثلا هلأ هاي كتير هادية ونعمة أنا عادة مرات بستعملها هاي وفي عنا كمان هاي هال امش أو خلينا هون بحاول أكبرها هاي ما كبرت يعني جاي بأشكال كتير الماسونيري يعني شبه الحجر في إحنا كان واحدة كنت أستعملها هاي أظن آه شايفين هاي شبه الحجر بالضبط زي اللي إحنا كمان نستعمله فهلأ بعد ما أختار الماتيريال بعمل لها أبلاي أوكي هلأ هو المفروض إنه أخدها وبعمل له أوكي أبلاي كمان مرة وأوكي هلأ المفروض هيها بيّنت عندي الـ سكيل تاعها صغير فعشان أعدلها شو بعمل بروح مرة تانية بختار الـ والتبعي هاي أنا سميته واحد عشان ما نتغلب يعني ألا إيه بسهولة هلأ برجع نفس الخطوات بعيدها بروح عند الإير على الثلاث نقاط تاعتي هاي بضغط عليها هاي هون هلأ عشان أعدل سكيلها بضغط على الخرطة double click وباجي هون بكبرها هلأ هاي شو معناها هالسكيل هو بحكي لنا أنه كل 60 سانتي في 60 سانتي أو يعني 0.6 من المتر 0.6 من المتر يعني 60 سانتي أو 61 سانتي رح يحط فيها شوفوا كم دماء 1-2-3-4-5-6-7-8-9 فكتير طبعا فأنا شو بعمل بقوله أنه والله خلي هاي 3 متر مثلا يعني حط اللي 12 صف في 3 متر هيك معناها وبجرب طبعا عشان تبقوا عارفين الماتيريال والرندرينج بده تجربة يعني بنظل نحط ونشوف هلأ شوفوا صار الحجر أكبر برضو بدي أكبر بدي أصغر بعمل أنا زي ما بدي هلأ أحيانا إحنا لما نشتغل على الوجهات إشي بنخلي كبير إشي بنخلي صغير هلأ هون رح أجي رح أختار الحيطة وأضغطهم pull down أدور على الحيطة اللي اسمها واحد وأحطها هيك تمام هيك بخلص بخلص كل الحوائل تبعتي هيك كمان مرة واحد هلأ بتيجوا أنتوا على الحيطة طبعا من جوا ما رح تخلوا ليها هيك لأنه مش منظر هي حجر من بره بس بتروحوا بموديفاي في عندي هون طول اسمها paint برضو فيها يعني كتير أشياء جاهزة بتيجوا عند الwhite بتختاروا إنه هذا يكون white لأنه من جوا بيكون أبيض أو بتختاروا مثلا إذا أنتوا عم تشتغلوا انتيرير مثلا هاي هاي نحطي من الأشياء عفوا أنا أنسي اختار السحر من الأداة ما جاي يظهر عندنا لأنه أنت جاي تتكلمين سريع ولا تتعلي عندك بطيء هو شوفي أنا عموما عم بعمل مراجعة كنت للي أخذنا كله هذي كل مرة يعني ما في إشي جديد هلا أنتم شايفين الصورة زي ما أنا شايفتها يعني مش مبين معكم المبنى لا ستواضح بس كلامك سريع والنت ياخذ وقت على ما يعني ياخذ الأداة طيب ماشي أوكي بسير أبطأ يعني طيب ماشي هاي الفكرة الأساسية اللي إحنا اشتغلنا عليها وهاي الشي اللي بدي إياكم تشتغلوا عليها هلأ تمام فهتحملوا الصورة وتبدوا تشتغلوا عليها هلأ وهاي بضل المثال عندكم طبعا بدي إياكم تشتغلوا على التفاصيل كاملة في البيت يعني يعني تعملولي أرضية تعملولي سقف زي ما تعلمنا الدخل والعفش مش أنا علمتكم هذي كل مرة الدخل وبلوكات العفش فهذا كله يعطو بدي أستلموا منكم بس هلأ ابدأوا في الأساس عشان إذا عندكم سؤال أقدر أجودكم يعني وأفيدكم تمام سيد لما نعمل الطابق الثاني نعمل لحاله لو يعني فوقه لأ فوقه هاي شوفي هاي نعمل ثقف وقعدين نعمل هلأ شوفي أنا الطابق الثاني كيف رح أرسمه رح تيجي من هون تدخلي على level 2 تمام شايف نعم هون الريفت شو بيعمل لك هذي الخطوط الخفيفة خطوط الطابق الأول أو الأرض بتروحي من insert بالدخلي وخطط الطابق الثاني وبتبدي ترسمي طبعا الحوائط الخارجية موجودة عنا ما بدنا نعيدها بس رح نشتغل الغرف تمام تمام هلأ هلأ أنا بس بديت اشتغل الأساس عشان إذا واجهت صعوبة بشغلة أشرح لكم إياها بس طبعا أنا بدي إياه ليوم السبت يكون في درج وسقف وأرضية نعمل سقف بعدها نطابق الثاني يعني خليني أكتب لكم العناصر اللي أنا بدي إياها بدي رسم البناء هاي المطلوب مع رسم التفاصيل الداخلية هاي إحنا هاي الأشياء كلها أخذناها صح يعني تقدروا ترسموا البناء مكون من طبقين وبترسموا العفش طبعا والعفش طبعا بتدخلوا البلوكات الجاهزة يعني مش رح تعملوا أنتوا إشي خاص يعني وتلبسوا ماتيريال ماتيريال يعني تلبسوا لي حجر من برا أو الخام اللي إحنا بنحكي عنها وتشتغلوا الأسقف والأرضيات والأرض الأرض أنا أصدي التوبوغرافي هذا توبو سيرفس يعني أنا هلأ لو شدانا حالنا برضو بنخلصوا على السريع خليني ألغيها هاي تتذكروها كمان هاي التوبو سيرفس بنروح على سايت وبنرسم زكروا لما احنا كنا نرسم الأرض بهاي الطريقة ونيجي نعمل الإليفاشن مثلا أقل بعشرة متر ونرجع كمان مرة نرسم التوبوغرافي نضغط انتر وضل عنا حتى هاي بتقدر تلبسوها متيريال بنفس الطريقة من هون بس طبعاً ضل الشكل مقبول عندكم يعني تكونوا عارفين شو اللي بد إياه منكم رح أختار من الأس جمع رح 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 ناخد رح 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 ناخد الأشكال أو في عندي هاي الطول اللي هي pick lines بس رح أخلي offset رح أعمل هون offset meter رح وابدأ وابدأ أرسم الخطوط مش عاملة تفاصيل في الطابق التاني هلأ لما طلعلي نوت طلع يعني قلت له الغي هلأ طبعا عادي لو أنه أنتو بدكم إياه على الطابق التاني رح تعمل على الطابق التاني تمام واضح شو المطلوب منكم يعني هو إن شاء الله سهل مش صعب هاي طيب ماشي هاي الملفات هلأ عندكم ابدأوا فيها و وانتو بترسموا أي إشي ملاحظة بالمشكلة بتواجهكم بشرح لكم عنها تمام بس أنا بدأت في التسجيل